بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم وجعل العلم نورا يهدي به من يشاء من عباده إلى سبول الحق والخير والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي كان مثالا للعلم والتواضع وداعيا إلى التأمل والتفكر في خلق الله الأساتذة الأفاضل الحضور الكريم حياكم الله وبياكم وأهلا وسهلا بكم يسعدني ويشرفني أنا محدثكم عدنان قلعج من فريق التقديم في منصة أريد العلمية أن أرحب بكم في هذه المحاضرة العلمية التي تحمل عنوان كتاب الإسلام والعلم التجريبي التي يقدمها الدكتور يوسف السويدي أحد أعلام منصة أريد العلمية وعضو مجلس أمناء جامعة أريد الدولية للدراسات العليا الدكتور يوسف السويدي هو نموذج للعالم العربي الذي كرس حياته للعلم والتعليم حيث أولد في ضردات العريقة وتدرج في مسيرته العلمية حتى لا لشهادة الدكتوراه في جامعة شمال ويلز في بريطانيا ليستمر بعدها في مسيرة عطاء وبحث ممتدة بين العراق والأردن وسلطنة عمان وغيرها من الدول العربية لقد عرف الدكتور السويدي باهتمامه العميق بموضوع العلاقة بين الإسلام والعلم حيث قدم بحوثا متنوعة تجمع بين علوم الحياة والثقافة الإسلامية مؤسسا بذلك جسرا من الفهم العميق بين العلوم التجريبية ومبادئ الإسلام كما أن له إسهامات بارزة في مجالات المسؤولية المجتمعية والتوعية العلمية والتدوين سير العلماء لإلهام الأجيال القادمة وكذلك عمل الدكتور السويدي محاضرا في عدد من الجامعات العربية في السعودية وليبيا والجامعة التقنية والعلوم التطبيقية في مسقط في سلطنة عمان وله بحوثا في علوم الحياة والثقافة الإسلامية وهو كذلك مؤلف كتاب من دجلة إلى الدنيا قصة حياة في سطور والذي تضمل مذكراته الشخصية وله محاضرات عامة في مؤتمرات منصة أريد العلمية للعلماء والباحثين الناطقين بالعربية من أبرزها المسؤولية المجتمعية التضليل الإعلامي والوعي العلمي أهمية تدوين السيرة الذاتية العلماء والخبراء والباحثين البحث العلمي في المراحل الدراسية الأولى لتعزيز التفكير النقدي والابتكار وهو ضمن منصة أبناء العلماء وكذلك الدكتور السويدي عضو اللجنة العلمية لمنصة أبناء العلماء ومؤلف مجموعة من الكتب العلمية بفئة اليافعين وأيضا تم استضافته في برنامج عالم فوق المنصة تحدث فيها عن مسيرته العلمية وأهم المواضيع التي أثرت معرفته وعلمه نلتقي اليوم لنستمع إلى محاور هذا الكتاب المهم حيث سيتناول الدكتور تعريفاً وافياً بالكتاب وأهميته في تعزيز فهمنا لتكامل علم والإيمان كما سيطرح موعد تدشين الكتاب ويتطرق إلى فكرة تحويل الكتاب إلى كتاب وقفي بهدف نشر المعرفة وتعميم الفائدة في الختام أود أن أشكر الدكتور يوسف السويدي على جهوده وإسهاماته الرائعة وأدعوكم جميعاً للاستفادة من هذه المحاضرة ونترك الآن الكلمة للدكتور يوسف السويدي فليتفضل مشكوراً مأجوراً تفضل دكتور لك الصلاحية كاملة بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد أحب في هذه المحاضرة أن أعرفكم على كتابي الموسوم الإسلام والعلم التجريبي وهذه المحاضرة بمناسبة إخراج الطبعة الثالثة في الحقيقة نفذت الطبعات السابقة أي الطبعة الأولى والطبعة الثانية من الأسواق والآن وبإذن الله سبحانه وتعالى أكملنا الطبعة الثالثة وهذه الطبعة تختلف عن الطبعات السابقة لأنها معززة بمواضيع ومصطلحات حديثة لم يكن أغلبها معروف في ذلك الوقت في وقت طباعة الطبعة الأولى والطبعة الثانية أحب أن أقدم محاضرتي بالحمد لله حمداً يليق بجلال وجهه الكريم ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على أشرف خلقه المبعوث رحمة للعالمين نبينا الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آده وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين نحمد الله الذي خلقنا في أحسن تقويم وعلمنا ما لم نعلم وفضلنا على كثير من خلقه فقال في محكم كتابه ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وارزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من من خلقنا تظيلة في الحقيقة لكي أبين لكم كيف تبلورت فكرة هذا الكتاب قبل سنوات وقبل أن تصدر الطبعة الأولى كنت أدرس في قسم الثقافة الإسلامية في كلية التربية في جامعة الرياض الآن طبعاً أتغير اسمها إلى جامعة الملك سعود كان هناك ستة مقررات هذه مقررات على الجامعة جميعاً يعني مقررات جامعية فكل طالب في أي كلية كانت علمية أو غير علمية يجب أن بالإضافة إلى دروسها يجب أن يختار أربعة من هذه الستة وكانت تشمل هذه الستة حسب ما أذكر المدخل إلى الثقافة الإسلامية والإسلام وبناء المجتمع والنظام الاقتصادي في الإسلام وغيرها في الحقيقة لا أذكر العناوين الأخرى المقررة وكان المقرر الوحيد الذي هو رقم ستة يعني كان لا يوجد له مفردات ولا أستاذ لتدريسه وهو كان فقط العنوان العنوان اللي أعطيه هو الإسلام والعلم التجريبي وفي ذلك الوقت طلب مني في قسم التقافة الإسلامية وضع مفردات المقرر الكامل وفعلا وضعت المفردات وأقر مجلس القسم بالإجماع المفردات التي وضعتها وكان في ذلك الوقت رئيس القسم الأستاذ الدكتور محددين خليل الريح رحمه الله وكان من جملة الأساتذة في مجلس القسم الدكتور جعفر الشيخ دريس والدكتور محمد رشاد خليل والدكتور مصطفى حلمي وغيرهم وهؤلاء اللي ذكرتهم هما من الشخصيات المعروفة في عالمنا الإسلامي في الحقيقة ساهموا في مراجعة منهج الإسلام وعلم التجريبي الذي طرحته على القسم وقدموا الملاحظات القيمة وكانت محل اعتباري وتقديري ثم تحول هذا إلى كتاب مقرر الحقيقة الدروس اللي كانت في قسم الثقافة الإسلامية الهدف منها هو من أجل إثراء خريجي الجامعة بثقافة إسلامية بالإضافة إلى العلوم التي يتحلون بها يتسلحون بثقافة إسلامية حتى يستندوا عليها عند التخرج ويتحصن بها من الأفكار الغريبة عن المجتمع الإسلامي في ذلك الوقت أيضاً كانت الفكرة السائدة بأن العلم الذي حث عليه القرآن والسنة هي يقتصر على العلم الشرعي فقط ولكن منهاج الإسلام العلمي التجريبي جاء ليوضح أن العلم الدنيوي بالإضافة إلى علوم الدين تحتاجه الأمة بالإضافة إلى العلم الشرعي فالعلم الدنيوي كالطب والزراعة والصناعة والعامل به أيضاً ينفع هذه الأمة ونحن نعلم أنه المسلم كلما زاد علماً دنيوياً كلما زادت معرفته بالخالق وزاد إيمانه بالله سبحانه وتعالى كتاب الإسلام العلمي التجريبي هو محاولة لوضع ما توصل إليه العلم التجريبي الحديث في خدمة الإسلام طبعاً بطريقة مدروسة ومنظمة وتم الاعتماد على أكثر من 130 مصدر عربي وأجنبي منها عدد كبير من الأوراق البحثية المنشورة في المجلات العلمية المحتمدة وكل ذلك من أجل أن يلم القارئ بثقافة إسلامية متكاملة وجب عليه أن يطلع على هذا الجانب من الدراسة وليكون على بصيرة من أظمة الخالق وقدرته فترسغ في نفسه آيات الله عن يقين وتزيده إيماناً بالله وكتابه فيرفض ما جاءت به النظريات الفلسفية التي وضعها الماديون وغيرهم للتشكيك في وجود الخالق ومن هذه النظريات الفلسفية محاولة إرجاع الخلق إلى النشوء من الطبيعة وغيرها من كثير من الأفكار الإلحادية وعند إذن عند قراءة هذا الكتاب يكون نقارئ على بين من أن هذه النظريات لم يثبتها علم من العلوم بل جاءت العلوم المختلفة بما يناقضها وبهذا تكون لدي القارئ قدرة قدرة الرد على مثل هذه الإدعاءة الفارغة حيث يعلم الحقيقة العلمية الراسغة مستشهداً بآيات الله الثابتة في الحقيقة الإسلام حظ على طلب العلم ونشره ودعا إلى التفكير في الله وآلائه وعجيب صنعه وإلى المعرفة بعظمة الخالق الذي صنع هذا كله وأبدعه ولهذا الإسلام جعل طلب العلم فريضة بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر للألباب وأيضاً رفع منزلة العلماء فقال سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم كل هذه تحط على طلب العلم ومتابعة العلم الحقيقة العلم الذي جاء في القرآن يقصد فيه العلم الديني والدنيوي وهم المفروضين على كل مسلم فعلوم الدين فرض من الفروض العينية يجب على كل مسلم طلبها وفهمها وتطبيقها وعلوم الدنيا بكافة أشكالها وأنواعها كلها من الفروض الكفائية طبعاً هذه علوم الدنيا تشمل العلوم التطبيقية والمهنية مثل الصناعة والزراعة والتجارة والطب والفلك والهندسة وغيرها علوم الأحياء طبقات الأرض علوم غزو الفضاء كلها تعود الخير على الأمة الإسلامية حتى إنشاء المصانع والمعامل وما تحتاج إليه الأمة وقت الحرب أو وقت الحروب فتكون الأمة مستقلة من القيود المفروضة عليها كتاب الإسلام والعلم التجريبي أيضاً يوضح جانب آخر يسلط الضوء على التراث العلمي الزاهر من أجل وصل شبابنا بماضيهم الزاهر ورفض التنكر لتراثهم لتراثهم الخالد ليكون عوناً لأبنائنا على استداد الثقة الآن بحاجة نحن بحاجة إلى الشباب الثقة شباب لهم الثقة بأنفسهم ولهم ثقة بأمتهم فنحن بأشد الحاجة لإشغال الشباب في المواضيع العلمية فلهذا تم بهذا الكتاب تسليط الأضواء على تراثنا العلمي الزاهر فكم من العلوم كثير من الناس يظن أنها غربية وكان المسلمون قد أوجدوها أما أوجدوها أو أضافوا إليها طبعاً هذا مثير للأعجاب والدهشة وبث روح الحماس في التواصل مع البحث العلمي وهكذا فإن من واجبنا أن نقدم العالم ملامح الشخصية الإسلامية ونرفع الجهل المطبق على تراثنا العلمي وأن نحث الناشئة المسلمين على عدم إهمال هذا التراث التراث العلمي وأنه ليس من اليسير على هذه الأمة أن ترجع إلى مكانتها التي كانت تحتلها سابقاً وإلى الدور الذي تستحقه إلا إذا وقف أبنائها على حضارتهم واستعادوا الثقة بأنفسهم بحيث تكون هذه الثقة الحافز الذي يدفعهم إلى مواصلة مسيرة أجدادهم لإستعراض ما موجود بعجالة في كتاب الإسلام والعلم التجريبي الكتاب ينقسم إلى ثلاث أبواب رئيسية الباب الأول مفهوم العلم الباب الثاني دور المسلمين في التقدم العلمي والباب الثالث الإنجازات العلمية عند المسلمين طبعاً لكل من هذه الأبواب فصول فمثلاً الباب الأول يحوي على الفصول التالية تعريف العلم منهج البحث العلمي التجريبي دعوة الإسلام لطلب العلم توافق الحقائق العلمية والدينية الحذر من الخلط بين حقائق العلم والتفسيرات الفلسفية لهذه الحقائق وأمثلة لموافقة التشوف العلمية لحقائق الإسلام هذا الموضوع سوف أتحدث عنه بشيء بقليل من التفصيل وهناك فصل مهم جداً هي العلم الحديث طبعاً مثل ما رح أبين لاحقاً أن هذا الفصل قد أضيف فيه هذه الطبعة العلم الحديث وقيم الدين والأخلاق ورعاية مصلحة البشر عنوان هذا الفصل الأخير المهم العلم الحديث وقيم الدين والأخلاق ورعاية مصلحة البشر الحقيقة في فصل يحمي العنوان أمثلة لموافقة الكشوف العلمية لحقائق الإسلام تم الحديث عن خلق الإنسان مراحل الخلق الصحة العامة والتشريعات الوقائية مأكل المسلم ومشربه وهناك موضوع مهم جداً وهي وهو عن ضرر المحرمات من المأكلات والمشروبات فتحدث الكتاب من الناحية العلمية البحثة عن أضرار الخمور وتأثيراتها الوراثية والصحية والاجتماعية وأيضاً هناك تعريف للخمور في الفقه كيف يعرف الخمور في الفقه بعدين هناك أيضاً من أضرار المحرمات أضرار الزنا وما يعقبه من المخاطر الاجتماعية العظيمة وأختار الإصابة بالأمراض الجسمية والنفسية والخلقية هناك أيضاً موضوع تحريم أكل لحم الخنزير وهناك التفاصيل عن هذا الموضوع وموضوع آخر من أضرار المحرمات اعتزال الحائض وما وجده البحث العلمي عن مدى ضرره على الزوج والزوجة كلاهما أيضاً هناك موضوع الشذوذي الجنسي وعواقبه الصحية وكيف أنه يعني بالإضافة إلى عواقبه الصحية كيف أنه يذل الرجال ويكسر ما فيهم من إباء وشمام بعدين هناك التحدث عن الحجر الصحي هناك حديث تحدثت في الكتاب بإسهاب عن البيئة وسوف نعود إلى هذا الموضوع وكيف أن الإسلام حتى على المحافظة عليها قبل كل الدساتير والقوانين الغربية الآن الإتمام كبير جداً بالبيئة في الغرب ويعني سوف أعطي مختصر يعني مقتطب عن هذا الموضوع الباب الثاني هذا كله في الباب الأول الباب الثاني دور المسلمين في التقدم العلمي يحتوي هذا الباب على المواضيع التالية يعني كل موضوع هو عبارة عن فصل أو موضوع بحد ذاته أثر تعد هذا دور الإسلام في التقدم العلمي أثر الإسلام في النهضة العلمية تكريم الإسلام للعلم والعلماء غرز الفضاء الخلقية التي هي ضرورية للنهضة العلمية موقف الغربين من تراث المسلمين العلمي اهتمام المسلمين بمعارف الأمم السابقة لهم موضوع الترجمة ودور المسلمين في هذا الموضوع ترجمة ما تم الوصول إليه قبلهم وهناك موضوع عن المدارس والمؤسسات العلمية عند المسلمين وهناك أيضا موضوع عن الكتب الإسلامية وخزائن التراث وأخيرا في هذا الباب هناك أثر المسلمين في الحضارة الغربية الباب الثالث الإنجازات العلمية عند المسلمين طبعا هذا يعني الباب يحتوي على الحديث عن عدة علوم مثل علم الطب وتحت علم الطب هناك الحديث عن تخصصات في العلم الطبية عند المسلمين مبادرات المسلمين الطبية المرأة والتعليم الطبي عند المسلمين والرواد المسلمين في علم الطب هناك مختصر عن كل من علماء الرواد في علم الطب أيضا هناك العلوم الرياضية أيضا تم المسلمين في علم الحساب فروع فروع علم الحساب عند المسلمين هذه كلها مواضيع الرواد المسلمون في علم الحساب أيضا هناك حديث عن علم الجبر علم الهندسة وعلم المثلثات والأغرثمات وهناك أيضا حديث عن علم الهيئة الفلك وكنا نعرف كيف المسلمين اهتموا اهتمام كبير جدا في علم الفلك فهنا نوضح الكتاب سبب اهتمام المسلمون الأوائل بشكل كبير بعلم الفلك فوضح الكتاب مآثرهم وتحدث عن المراصد الفلكية عند المسلمين في ذلك الوقت ثم عن الرواد المسلمون في علم الفلك طبعا يعني بالمختصر ايضا هناك فصول أخرى سوف أذكر العناوين فقط بالعلوم الطبيعية هناك الحديث عن علم الميكانيك الضوء الصوت المغناطيسية علوم الأرض علوم الكيمياء علم الصيدلة علم النبات وعلم الحيوان كل هذه هناك مواضيع بالكامل لكن الوقت لا يسمح الاستزادة في هذه المواضيع بس أحبا أقول أن وكأن العلماء الذكروا بالكتاب مثل أبو بكر الرازي بن سينة خلب بن عباس الزهراوي ابن النفيس يعقوب ابن إسحاق الكندي محمد بن موسى الخوارزمي ابن الهيثم الفارابي البوسجاني جابر بن حيان وداود بن أبي النصر وابن البيطار وابو حنيفة الدينوري ويحيى بن زكريا بن العوام وابن الرومية والجاحظ وابن خلدون وغيرهم كأنهم كل هؤلاء التي ذكرتهم كأنهم في هذا الكتاب يتحدثون إليك ويخبروك عن إنجازاتهم ويحثون بالسير على نهجهم في البحث الألمي في الحقيقة أحب أن أتحدث يعني حتى لا يأخذنا الوقت أتحدث عن الطبعة الأخيرة هي الطبعة الثالثة هناك إضافات إضافتين مهمة جدا مثل ما ذكرت سابقا هناك فصل تحت عنوان الإلم الحديث وقيم الدين والأخلاق ورعاية مصلحة البشر التطور السريع المتلاحق الذي نشهد الآن كافة الميادين الطبية والعلمية والكونية أوجب وضع حدود وضوابط لهذه التطورات الضوابط التي تسمح بها الشريعة وأصبح من الضروري توضيح أحكام الشريعة في كل مستحدث في الميادين العلمية المختلفة في الحقيقة لما تم طبع الطبعة الأولى إصدار الطبعة الأولى والطبعة الثانية ما كانت هذه المصطلحات موجودة منذ ذلك الحين حدثت طفرات كبيرة في عالم العلوم التجربية واستحدثت مصطلحات كثيرة فكان نزام علينا مواكبة هذا التقدم الهائل والخوض في تفاصيله وتوضيح رأي علماء الأمة وفقهائها في المواضيع الأكثر أهمية ووجدنا أن المجاميع والهيئات الفقهية قد اهتمت كثير بهذا الموضوع بإبداء رأيهم في هذه المواضيع التي سوف أذكر قسمه منها وحتى الأقسام الفقهية في الكليات الشرعية أبدأ اهتمام كثير في دراستها وأبدأ العلماء العلماء الرأي بها فعلى الرغم من الآثار الإيجابية لهذه المواضيع لهذه الاكتشافات العلمية إلا أن استخداماتها غير الموجهة ساعدت في ترك آثار سلبية لذلك مثلا تطور يعني أذكر الآن المصطلحات الحديثة ومستحدثة تطور التكنولوجيا العسكرية ومن أبرز سلبيات استخدام الأسلحة المدمرة أثناء الحروب وبعدها كالأسلحة النووية التي تسبب في تهديد للبشرية وكل الأحياء على الأرض في الحقيقة وأسلحة الدمار الشامل يعني لا تقتصر فقط على الأسلحة النووية بل تشمل أنواع أخرى من الأسلحة كالأسلحة الكيميائية والبيولوجية التي يعتمد بها على نقل الفيروسات والبكتيريا ونشرها في البلدان لتقضي على أكبر عدد من البشر من التقنيات التي ستؤثر على الحياة البشرية بالإضافة إلى الأسلحة النووية التي ذكرتها هناك موضوع الاستنساخ هل يجوز شرعا الأخذ بتقنيات الاستنساخ والهندسة الوراثية الحديثة أيضا الإجهاض والأسباب الداعية إليه ورأي العلماء فيه في حالات مختلفة بعدين عندنا موضوع آخر هو المستجد هو نقل الأعضاء وزرعها أيضا هناك رأي الشريعة فيه وأنواعه وما هو ما هي الأعضاء التي ممكن أن تنقل وما هي الأعضاء التي يعني لا يمكن أن تنقل يعني الحديث في هذا الموضوع بعدين عندنا الموضوع الآخر هو الموت الرحيم أو القتل الرحمة نسمع كثير عن الموت الرحيم يعني لما يقرر الأطباء نزع أجهزة الإنعاش عن الميت دماغيا يكون أعضاء تشتغل مع المخ لا يعمل فيلجأون إلى قتله ويسمى هذه القتل الرحيم والأسباب التي تدعو للقتل الرحيم وغيرها الكثير وبيان حكم الشريعة الإسلامية فيها ذكرت أنه في هذا الطبعة هناك موضوعان مهمان هذا الموضوع وموضوع الثاني هو موضوع البيئة يعني الموضوع الأول كان عن العلم الحديث وقيم الدين والأخلاق ورعاية مصلحة البشر وذكرنا به هذه الأمور الآن الموضوع الثاني هو موضوع البيئة البيئة هي العامل الوحيد لوجود الحياة على الأرض نشوف الآن بالأخبار اهتمام الغرب كثير كثير في البيئة ومستقبل البشرية متوقف على ما يحصل الآن من تدمير البيئة فتم إضافة هذا موضوع البيئة في الفصل الثالث من الباب الأول بالطبعة الأخيرة وتم إبراز دور الإسلام ووجهه الحضاري في الحفاظ عليها الإسلام الحقيقة الآن للغرب يعني مهتم كثير في البيئة مؤتمرات كثيرة تحدث الآن ونسمع عنها لكن الإسلام اهتم وعني البيئة والكون عناية كبيرة بيئتنا اليوم في خطر شديد من جراء ماذا من جراء سلوك الإنسان الظالم نحو خيراتها ومواردها ومصادرها التي سخرها الله لنا فقد أصبحت هذه الموارد مهددة بالاستنزاف والفناء في حالة استمرار الاعتداء على البيئة وبهذا الشكل الجائر قال سبحانه وتعالى قبل أن يتحدث الغرب في هذا الموضوع بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبح بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عاملوا لعلهم يرجعون فمشاكل البيئة متنوعة تلوث الماء والهواء التربة الغابات التنوع الحيوي الحيواني والنباتي الآثار الكارثية المدمرة نتيجة الانبعاثات الكاربونية كل هذا ماجنة يد الإنسان وعليه والذي حذرت منه الآية وعليه فانتشرت الأمراض ما كانت معروفة هذه الأمراض للبشرية من قبل جنون البقر فلوانزة الطيور الخنازير فلوانزة الخنازير الأيدز كثير ما أحدثته التغيرات المناخية فأقول هل سيرجعون إلى عقولهم والكف عن خراب أرضنا الجميلة التي أذاقوها الدمار في نهاية حديثي أوجه هذه الكلمة إلى أعضاء منصة أريد الموقرين وأخبرهم بأنه نظر للطلبات الكثيرة في عدد من المؤسسات والجمعيات والأفراد الطلب على كتاب الإسلام والعلم التجريبي اقترح الأخوة في منصة أريد الدولية أن يطبع الكتاب بشكل وقفي وقد وافقت على مقترحهم بكل سرور وعدم الممانعة من جعله كتاب وقفي والسبب لتعمل الفائدة وتشمل أكبر عدد من المسلمين والشباب منهم بالأخص وعلى بركة الله بالإضافة إلى ذلك اقترح عدد من الأخوة ترجمته الذين طلعوا على الطبعة الأولى والثانية والآن الثالثة ترجمته إلى اللغة الإنجليزية لأهمية المواضيع التي طرحت فيه وجعله نافذة يطلع من خلالها المسلمون وحتى غير المسلمين على الشمولية التي يمتاز بها ديننا الحنيث ومن الله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ورزاكم الله وعنا كل خير سعادة الأستاذ الدكتور يوسف السويدي بارك الله فيكم ونسأل الله العظيم أن يكتب ذلك في ميزان حسناتكم نعم أحبتنا الكرام قبل الذهاب لمن أحب أن يستفسر أو يتداخل منوه لأننا سنستعرض جزءا من كتابنا المسمى الإسلام والعلم التجريبي ومن ثم سنشرح طريقة الحصول على شهادة هذه المحاضرة فمن أراد أن يشارك معنا في المداخلات والأسئلة فليتفضل برفع أداة اليد أو أن يطرح سؤالهم مباشرة في صندوق الدردشة الشهد ومعنا المداخل الأولى من سعادة البروف إدريس فليتفضل فضل سعادة البروف إدريس معك الصلاحية دكتور إدريس بس لو تفتح المايك السلام عليكم كتسموني نعم نسمعك عليكم السلام ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم أولا جزا الله خيرا منصة أريد على هذا العمل الرائع جزا الله خيرا مسير الجلسة حفظه الله لنا في كل مرة نستمع إلى صوته الإيماني جزا الله خيرا الدكتور الكريم صاحب هذه المسيرة الإيمانية العقلانية التي أسميها بالعقلمانية وليه فقط ومضة وتساؤل الومضة كما تعلمون نحن نعيش في في الألفية الثالثة بعد المرحلة مرحلة القرن السابع عشر الرابع عشر الميلادي كما تعلمون إذا قمنا بقراءة سريعة وبسيطة نجد بأن العلم لم يزدهر ولم يأخذ طريقه الصحيح إلا بعد القرن السابع الميلادي انطلاقا من القرن السابع الميلادي حينما استمع وأنصت الإنسان إلى شيء اسمه الدين الإسلامي الذي يرفع الشعار إقرأ باسم ربك الذي خلق انطلقت المسيرة تفاعل معها الإنسان دخل في دين الله وابتدأ يشغل باليدين يد تحمل القرآن الكريم ويد تعمل في المختبر فإذا انطلاقا كانت بهذا الشكل وكما ذكرتم خرجت علوم إلى الوجود وبدأ المسلم يصحح أخطاء العلماء الذين مروا في التاريخ أمثال بطليموس كما تعلمون ذلك من طرف مثلا عبد الرحمن الصوفي الذي صحح نظرية بطليموس الذي كان أنشتاين زمانه لأنه كان يدعي بأن مركز الكون هو الكرة الأرضية ثم بعد ذلك حينما قرأ المسلم قرآنه وجد بأن القرآن يقول لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمار ولا الليل سابق النهر وكل فيه فلكن يسبحون فإذا ليس هناك مركزية الأرض وانتقد فهذه الجائزة التي حصل عليها كانت أنه أن العلماء الأمريكان في النازا سطروا اسم عبد الرحمن الصوفي على تدارس القمر جيد شغلنا لكنه في مرحلة من المراحل توقفنا عن المسيرة واختنم الغرب ما تعلمه من المسلمين سواء كانت علوم هندية أو إغريقية والعلوم الإسلامية وانطلق ونحن تقفق لماذا؟ هذا الأشياء يعني لا دعي للدخول فيها لأنها عبارة قصة طويلة وطويلة جدا أنا فقط أريد أن أركز على الآن على الآن على اللحظة الآنية والمستقبل أنا أتمنى أن تتضافر جهود علماء المسلمين من شتى التخصصات في شتى المجالات سواء في علم الفقه أو علم الصلاة أو علم الكيميا أو علم البيولوجيا رياضيات فيزياء علوم طبيعية إلى غير ذلك الكل علم اللغة الكل يشتمع في خلية وهذه الخلية تعمل بشتى الطرق وبشتى الإمكانيات وحسب الإمكانيات المتوفرة والعالم الإسلامي الحمد لله يعني 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 فيه من الخيرات ما لا يتصوره العقل قلت يعمل يعملون كإنسان كإنسان واحد من أجل النهوض ومن أجل إسقاط ما تعلموه وقراءة العلم بطريقة أخرى بمعنى أنه اكتشاف أشياء جديدة وقضايا جديدة وخاصة أن القرآن الكريم تحدث عن قضايا مستقبلية ما زلنا لحد الآن لم نستفد منها سنريهم آياتنا في الآفاق وهو يوضح لنا بداية الطريق هل نحن بالفعل أننا تبعنا هذه المنهجية وبدأنا نشغل من أجل معرفة الآفاق ولم يقول اللانهاية والفرق كبير ما بين اللانهاية والآفاق ثم قال لنا الله سبحانه وتعالى بالنسبة لي حينما تحدث مع الملائكة أني جايل في الأرض خليفة وقال لنا بعد ذلك وعلمه الأسماء كلها جاءت من التعلم وليس من التعليم بمعنى أن هذا المخلوق يجب أن يأخذ طريقا غير الطريق الكلاسيكي المعروف في التعليم معنى أنه لا بد له أن يتعلم أن يشاهد ويخرج بقضايا جديدة فإذا هل نحن يعني مستعدون من أجل الخروج من هذه المرحلة إلى مرحلة المستقبليات والحمد لله على أن كثير من التكنولوجيا تساعد الإنسان ولكن هذه التكنولوجيا ليست في تكنولوجيا غريبة عننا هي عبارة عن تكنولوجيا تحدث عنها القرآن الكريم وآخرها كان ما يسمونه وما يطلقون عليه اسم الدكا الصناعي في حين أن الله سبحانه وتعالى قال لنا وعلم آدم الأسماء كلها ثم بعد ذلك أن هذا المخلوق سيخزن المعلومات هو عبارة عن خزان المعلومات علمه الله سبحانه وتعالى في الآفاق وفي كل مرة سيخرج بعلم جديد وهذا طبعا ما بدأ الإنسان يحاول مع الآلة أن يقوم به فإذا الآن نحن نتساءل وأتساءل مع نفسي ودوما في كل فرصة أطرح هذه الإشكالية متى نشمع جميعا متى نكون خلية واحدة رجل واحد لأن القرآن الكريم ولا السنة النبوية لا يمكن لفرد واحد أن يشرحها لا يمكن لفردين أو ثلاثة أن تشرحها لماذا لأن القرآن الكريم فيه من العلوم ما لا يتصوره العقل أقول ما لا يتصوره العقل فلماذا لا نشمع جميعا يدا في يد ثم نقوم بالبحث العلمي من جديد ونقول الآن انطلاقا من القرآن الكريم ومن السنة النبوية نبتدأ على بركة الله لتوليد عالم آخر اسمه عالم العلم العقلماني العلم العقلاني الإيماني وجزاكم الله وعننا خير الجزاء وأستسمح على الإطالة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وشكرا لكم وعليكم السلام ورحمة الله في الحقيقة أذكر بعض الأشياء اللي ذكرها الأستاذ بطليموس أنا ذكرته في الكتاب يعني اللي يرجع للكتاب يعلم الموضوع اللي ذكرها الأستاذ عن بطليموس فهو موجود أحبا نقول الكلام اللي قلته حضرتك صحيح مئة بالمئة كلنا نعلم أنه أو الحقيقة المسلم الحقيقي يعلم أنه الطريق الذي ينير طريقنا إلى العلم هو الالتزام بالدين فالاقتراح الذي اقترحت أنه يجب أن يتكتل العلماء من مختلف المجالات لأن يتضافروا ويخرجوا بشيء يفيد الأمة هناك محاولات عديدة يعني أنا لا أريد أن أذكر بس أذكر منها بما نحن الآن فيه وهي منصة تريد منصة تريد في الحقيقة هي يعني لم تخصص لموضوع واحد وإنما لمواضيع وجلب العلماء والعاملين في مجال واحد في بوتقة واحدة ليتدارسوا وليتناقشوا في المواضيع فلذلك طرحت منصة موضوع اللي نسميه بالانجليزي ملتي دي سيبليناري وهي تعدد التخصصات اللي طرح الأستاذ أنه يجب أن يعني يكون هناك تعدد لتجمع لتجمع أو خلية مثل ما سماها خلية لتجميع العلماء من تخصصات مختلفة والعمل وإخراج شيء يفيد هذه الأمة وخاصة وأن ديننا وقرآننا شامل وبه كثير من الأمور التي لم تطرح إلى حد الآن أو لم تعرف إلى حد الآن عرف منها الكثير يعني في هذه الكتاب ذكرنا بعض الأمور يعني أنا ذكرت عن البيئة البيئة وكأنها موضوع وكأنها موضوع جديد يجتمع به العلماء الغرب وفي القرآن الكريم تجده هناك الحث على البيئة وعدم إفساد إفساد البيئة بالحقيقة يعني أحد الأخوان في يوم من الأيام التقيت به وكان يعني ليس مهتم كثير بالدين يخبرني أنه بدأ يقرأ للقرآن يقول كل مرة أقرأ بالقرآن أجد شيء لم أجده في القراءة السابقة فهذا تأكيد على كلام الأخ أنه هناك الكثير في القرآن الكريم المتبحر في علوم القرآن الكريم يدرك أن هناك الكثير والكثير من العلوم والمعرفة والعلم في ديننا وشكرا جزيلا بارك الله فيكم دكتور في معنى أيضا مشاركة من الدكتورة سميرة الشلبي تفضلي دكتورك الصلاحية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله شكرا جزيلا دكتور الفاضل على إحياء قيمة تربوية رائعة وهي أن القرآن الكريم كتاب وعلم هذا الكتاب الإسلام والعلم التجريبي بحد ذاته سيحيي حضارة إسلامية قامت على أيدي علماء سابقين عرب وغيرهم الفاراب وابن سينة وغيرهم وهذا ما نريده نحن اليوم ليتأصل في نقوس الشباب الناشئة اليوم الذين أغرتهم الحركات الإلحادية وغيرها من ما يسمى يعني الآن ما ظهر معانا بما يسمى بمعالج الطاقة واليوغا رياضة وما شابه ذلك من هذه الأمور التي طمست عقول الشباب وأغوتهم وكل ذلك كانت طبعا الأهداف من ورائها أهداف هي إغواء الشباب وإبعادهم عن ممارسة العلم وممارسة العقل البشري وإقراء الأبحاث والتجارب عرفوا بأن الحركات التي هي غير إسلامية أو الجمعيات السرية التي قامت على غير الإسلام يريد طبعا الهدف من هذا كله أن يعرف الشباب أن التقدم كان لتلك الجمعيات على خلاف الدين الإسلامي ولذلك هم حرقوا الكتب كتب العلماء المسلمين من المكتبات التي في البصرة وغيرها من بقاع العالم الإسلامي فهذا الكتاب فعلا إحنا نحتاج في ظل المشكلات التي قضت ليس وصلت فقط للإلحاد المادي بإلغاء الإله وأيضا كذلك وصلت إلى الإلحاد الروحي اللي هيطمس عقول الشباب عن وجود الحق واللي هيطمس يعني عقول الشباب عن أن القرآن الكريم تحدث قال هناك آيات كثيرة هتجدوها في الآفاق في الكون سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق فهنا هذا فعلا يعني أنا حقيقة أعجبتني كثيرا هذه الفكرة لأنها ستؤصل أن علينا جميعا فعلا البحث والاطلاع وإجراء الأبحاث والتجارب فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه وهيقضي وهيعالش على كل المشكلات اللي ظهرت ولا تزال مستمرة وهي حقيقة يعني كثيرة جدا هذه كانت يعني مداخلة بسيطة أودت بها أن أشيد بهذه الشهود العظيمة لخدمة القرآن ولإحياء العلوم اللي هي أساس التقدم والتطور وجزاكم الله خيرا دكتور الفاضل شكرا جزيلا دكتور سميرة الشبلي تفضل دكتور يوسف لك بارك الله فيك الأخوة دكتور سميرة الجلبي في الحقيقة يعني المواضيع اللي طرحتها مهمة جدا والتوضيح مهم اللي ذكرتي وأضيف أنه الأعداء الإسلام يعملون باتجاهين اتجاه الحرب المباشرة وهذه واضحة يعني نرهم يحاربون الأمة بأسلحة واضحة لكنه الشيء الخطير جدا هو الاتجاه الثاني وهي تغيير عقول الشباب يعملون ويركزون ويضعون كل إمكانياتهم في تغيير أفكار الشباب يعني الآن دخلت علينا دخلت أخطر من المدفع وأخطر من الصاروخ الذي يرمو علينا لأنه التغيير أصبح من داخلنا فما على الأسر يعني المسلمة إلا الانتباه وتوجيه والتوجيه الدائم لشبابهم نحو هذه الأمور يعني إبعادهم عن هذه الأمور في الحقيقة يعني أنا في يوم 21 هناك مثل ما سموه يوم الرجل فطلبوا مني أن أقدم كلمة فقدمت كلمة في نفس الموضوع الذي الأخت سميرة دكتورة سميرة تكلمت فيه وأعتقد أنه يكون جدا مفيد لاستماعه رح يكون يوم 21 وصور هي المنصة القامت بذلك وهو رجال الأمس وشباب اليوم بين المجد المجد وبين الميوعة بهذه الشكل يعني ضابط العنوان ويتحدث به عن محاولات الأعداء الإسلام بتغيير عقول الشباب مع الأسف وكيف كانوا كان الأبطال والرجال من الشيم ومن الشرف يعني الكثير يقال عنهم السابقين طبعا وأنا لا أتحدث عن جميع الشباب يعني هناك الآن شباب في شباب اليوم أيضا هناك شباب يعني يعملون بشكل يعني متواصل والحفاظ على دينهم ف يعني أتمنى أنه تسمع هذه المحاضرة التي ستلقى إن شاء الله يوم 21 بالشهر بس لا لدي الرابط حتى أقوله شكرا جزيلا دكتور دعم بارك الله فيكم دكتور يوسف ومعنا المداخلة من سعادة الدكتور عبد الرازق مختار محمود فليت تفضل تفضل دكتور حياكم الله شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا عليكم السلام شكرا شكرا سعادة الأستاذ دكتور يوسف السويدي على هذا الكتاب التميز وال فعلا كل الأمة في حاجة تثبت لأن في حروب كثيرة وجد بها الإسلام ووجد بها كتب الإسلام ومخرجات الإسلام سواء كانت يعني مؤلفات لعلماء أجل الله أو حتى الأسس التشريع بتاعتنا القرآن والسنة وحاولت كثير من هذه الحروب إخراج هذه الكتب من حيزها الحقيقي وتحويلها إلى تابهات ونصوص جاف يعني لا تستخدم إلا في دور العبادة أو في العلاقة ما بين العبد وربي في أمور الدين فقط وإخراجها عن الحياة وده عكس تماما ما أتى به الإسلام يعني الإسلام أتى بدين هو دين حياة دين لإعمار الأرض لإعمارها وإعمارها بأدوات وضعها الإسلام في القواعد والضواضب بتاعته وللأسف الشديد نجحت هذه الموجات من الوجوم على الإسلام في فترات يعني في فترات من فترات حياتنا الإسلامية من البعثة إلى الآن ولكن الأمة دائما بتعود وتستيقظ وبجهود علمائها وبجهود الخبراء بتحاول بقدر الإمكان تمسك الطريق من الأول أنا طلعت على الكتاب سريعا يعني هو فعلا عمل مجهود وعمل عميق وعمل فيه تراكم خبرات يعني من أروع ما فيه هذا الكتاب تراكم الخبرات أنا أعتقد أن الفرق ما بين الطبعة الأولى والطبعة التالتة أنا أعتقد أنه يعني كبير الطبعة التالتة راعت بعض المتغيرات الحديثة وعرجت حتى على بعض الأزمات اللي حصلت للأمة ووجهت توجيه إسلامي زي الفيروس كورونا وما إلى غير ذلك وأنا أعتقد أن إن شاء الله برضو الطبعة الرابعة من هذا الكتاب ممكن يعني يعني يضاف لها شيء أنا أعتقد الأستاذ دكتور يوسف مسك نصيته ولكن محتاجين عمق فيها دكتور يوسف دائما العلم مر بموجات كثيرة العلم قوته وروعته وجماله وتأثيره وأسره وما قدنا الأمة إحنا ما قدنا العالم كله وكل الأسماء اللي زكرت إلا لإني في بداية هذه الأمة الناس كانت موسوعية في العلم دي معنى أن العالم الواحد كان يتخصص في أكثر من فن ويبدع في أكثر من فن ويتميز في أكثر من فن كان العالم يكتب في الطب ويكتب في الكيمياء ويكتب في الفلك ويكتب في اللغة ويكتب في الفقه وهكذا كان يكتب في عشر فنون وفي احداشر فن وفي اتناشر فن وفي كل فن من الفنون مؤلفات ومن ينظر إليها يعرف أنه متخصص فريد في هذا التخصص وفي هذه اللحظة وده كل العلماء الفرابو ابن سينة وابن الهيسة كل العلماء كان لهم أكثر من ابن الجزري والناس دي كان فيها لها أكثر من من منتج في هذه التخصصات المتعددة جزء من اضمحناننا وجزء من سعي العالم تفتيت هذه الأشياء والتقعر في تخصص ده حتى مش التخصص فقط يا دكتور يوسف ده إحنا حاليا وصلنا إلى مرحلة تخصصات متعددة وكل يتشبس بتفاصيل التخصص في حين أن الموسوعية وقدرة العالم على أنه هو يمسك بأطراف علوم متعددة بتمتن التخصص وبتطلع منتج مختلف وده الصيحة الحالية اللي بتسير فيها بعظم دول العالم اللي بدأوا ينتبهوا لها اللي هي الدراسات البينية الدراسات عابرة للتخصصات هناك بعض الجامعات حاليا تعطي شهادة البرنامج يعطي شهادة بتلات تخصصات يعني يأخذ التخصص في الهندسة والطب والتربية الرياضية مثلا ومن حاجه يعمل في التلات في هذه الأشياء السناسة ويمكن فكرة جامعة تريد زي محاضرتك عارف وحاضرتك واحد من فريق التأسيس لهذه الجامعة قامت على هذه الفكرة أنه إحنا إزاي نكون برامجنا عابرة للتخصصات إزاي نصنع برامج يعني تشبع تشبع معارف مختلفة ومهارات مختلفة في التجهات مختلفة أنا أتمنى في الطابعة الرابعة في هذا الكتاب وإن كنت حضرتك قريت على هذا الأمر إزاي نتحدث عن هذا نعطي باب أو فصل مستقل عن الدراسات البينية في العلوم الإسلامية عن الموسوعية في العلوم الإسلامية إن هؤلاء العلماء اللي حضرتك يعني طوفت حول الكثير منهم إزاي كانوا موسوعيين بكل ما تحمله من كلمة من معنى إزاي العلم الحديث حاليا ينادي بهذه الموسوعية وهذه البينية وهذه الإعدادات العابرة للتخصصات للراغبين في استكمال مسيرة العلم وإزاي علماء السابقين كان أحد أدوات سيادتهم لهذا العالم وقيادتهم لهذا العالم هو قدرتهم على أنهم يمتلكوا ناصية هذه الموسوعية وناصية هذه البينية ويمسكوا بأطراف العلوم وإزاي يولقوا فيما بينها وإزاي يخرجوها في سوب جديد أنا حابب أكرر شكري وتقديري وامتناني لحضرتك على هذا الإصدار المتميز نسأل الله عز وجل أنه يسجل في ميزان الحسنات وبالتأكيد منصة أريد لما تتبنى هذا الإصدار لأنه هو جدير بالتبني وإن شاء الله يعني بعد استئذان حضرتك برضو نحن إن شاء الله من خلال من خلال المنصة ومن خلال روافج جامعة أريد المتعددة إن شاء الله فيتم دراسة هذا المحتوى وإن شاء الله يكون أحد متطلبات جامعة أريد الدولية ويمكن ننتهز الفرصة يا جامعة أريد الدولية جامعة تحت تأسيس في هذه المرحلة إن شاء الله تتضمن مجموعة من الكليات فلسفة الجامعة كلها هي فلسفة بينية عندنا أربع كليات في العلوم التطبيقية وأربع كليات في العلوم الإنسانية الكليات اللي في العلوم التطبيقية كلية العلوم الصحية وكلية الزكاة الاصطناعي وكلية الهدسة والتكنولوجيا وكلية العلوم الأساسية والتطبيقية وعندنا في الدراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية كلية اللغات والدراسات الإنسانية كلية العلوم التربوائية المتكاملة وكلية الإدارة والدراسات والعلوم الاقتصادية وعندنا كلية الشريعة والدراسات القانونية كل برامج هذه الجامعة قائمة على الفلسفة البينية وكل البرامج نوعية عندنا برنامج في كلية العلوم الصحية عن الطب الرقمي وعندنا برنامج في العلوم الشرعية عن الفقه المعاصر وفي العلوم الصحية عن التغذية العلاجية وعندنا في العلوم التربوية عن تعليم الناطقين للغة العربية وبرنامج عن تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة وهكذا البرنامج الواحد بيخرج وبيدرس وقائم على إنتاجه تخصصات مختلفة مش تخصصات دقيقة عميقة متقعرة في التخصص لا إزاي إحنا نستفيد من أطراف العلوم المختلفة علشان نخرج هذه البرامج بصورة تعطي الحاصل على هذا البرنامج موسوعية وتمكر وامتلاك لمهارات متعددة تساعده على أنه ينطلق في المجتمع وينطلق في سوق العمل برافض متميزة شكرا مع ذرا للإطالة وشكرا لأستاذ الدكتور يوسف على هذا الإصدار المتميز ونسأل الله عز وجل أن يسجل في ميزان الحسنات يا رب بارك الله فيكم وشكرا لكم بارك الله فيكم سعادة البروف عبد الرازق على هذه المداخلة الطيبة طيب نأخذ مداخلة الدكتور طاها الزيدي ومن ثم نترك الكلمة للدكتور يوسف نعم دكتور طاها الزيدي رئيس الهيئة الاستشارية العليا لمنصة أريد العلمية فاللي يتفضل مشكورة تفضل دكتور إياكم الله السلام عليكم وحمد الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله أشكر معالي الأستاذ يوسف على هذه المحاضرة وأنا حقا قرأت هذا الكتاب أكثر من مرة وفيه حقيقة مادة علمية لا أكرر هناك كان مقترح أن يترجم إلى اللغة الإنجليزية وأنا من المؤيدين لذلك لكن أيضا لدي مقترح بما أن المنصة هي منصة يعني عالمية صح نحن نتخصص بأن نعطقين باللغة العربية لكن نشر العلوم الشرعية إلى سيما إذا كتبت بلغة البينية بالربط بين العلم التجريبي وبين علم الشريعة ولا سيما ما يتعلق بالمصدرين القرآن الكريم والسنة النبوية فأقترح أيضا لدينا علاقة حتى له على شكل مقتصرات باللغات الحية ولا سيما الدول التي هناك نشاطة منصة أريد يعني يعني في ماليزيا في تركيا يعني هناك أيضا نسبة طيبة جدا في ألمانيا في إسبانيا فليت يعني ممكن يعني كجهد وأعتقد الآن مسألة الترجمة ليست من الصعوبة في ظل تطور الترجمة حتى الذكاء الصناعي الآن يقوم بهذا الدور مع مراجعة أكيد لا بد أن يراجع من قبل مختص بهذه اللغات ليعم النفع وأيضا يكون باب من أبواب الدعوة وأيضا باب من الانفتاح الحضاري بين الثقافة الإسلامية العربية وأيضا الثقافة العالمية في اللغات الأخرى الحية مع أنه أيضا أتمنى من فضية الأستاذ أن يوسع ويحاط أيضا ببعض المسجدات الآن في توافق العلم مع المعطيات القرآنية والنبوية حتى يكون أنا أعتقد مثل هذا الكتاب يعني يبقى لا سيما كالنسخة الإلكترونية يبقى مفتوحا نضيف إليه ما يستجد في هذا الجانب حتى نكون أكثر إحاطة وتواصلا مع المعارف العلمية وأيضا هناك أتمنى أيضا لا نقتصد فقط على العلوم التجربية نعم أكيد الذين كتبوا في الإعجاز العلمي كتبوا في مجارات متنوعة لكن ككتاب الآن ممكن نحن تكون جهودنا تتضافر ويضاف يعني أتمنى أيضا من المنصة أريد أنه يكون هذا العلم البيني أو التجربة البينية بين علم الشريعة والعلوم الأخرى أيضا ممكن يكون إضافات أخرى يعني ممكن ناخذ العلاقة أيضا بالجانب التشريعي الإعجاز التشريعي وعلاقة العلوم الشرعية بالجانب القانوني وكيف سبق القرآن إلى بعض المسال القانونية وهكذا بقيت العلوم الأخرى حتى العلوم الإنسانية يعني يعني علم النفس وعلم الاجتماع الآن أنا أريد تجربة في مسألة التوافق بين القرآن الكريم والمعطيات في النظريات والحقاق الإعلامية وما فيها من علوم الاتصال فأعتقد يعني أتمنى أن المنصة تفتح مثل هذا الأفق ويمكن أيضا يكون بمعية الأستاذ فكتور يوسف نخبى من المهتمين بهذا الجانب دراسات البينية بالعلوم الشرعية والعلوم الأخرى حتى تكون لدينا موسوعة وليس ببعيد عن منصة أريد استخدام اسلوب الموسوعات ففي كل عام تقدم لنا موسوعة وأعتقد مثل هذه الموسوعة سوف تكون فيها أيضا دعوة على قد نبرئ الذمة أن نحقق الجانب العالمي لرسالتنا الرسالة الإسلامية التي جاءت الرحمة للبشرية واحترام للعقل البشري واحترام للعلوم وتكاملية مع العلوم هذه بعض المقترحات أحب أن نضعها بين أيدي سواء كان الأستاذ يوسف أو أيضا المنصة وأيضا أيضا دعوة لمعالي الفروف عبد الرازق أنه مثل هذه الكتب الثقافية التي تثري وأيضا هي تحقق رسالة الجامعة أن تكون محطة اهتمام فيما يتعلق على أقل كجانب تثقيفي لرواة الجامعة أريد الدولية بمختلف التخصصات مع خالص تقديري وشفري والسلام عليكم أعيكم السلام ورحمة الله وبرك الله السلام سعادة البروف طاه الزيدي نعم دكتور يوسف لك الصلاحية في الرد وأيضا ننوه لأن سنستعرض الكتاب إن شاء الله ومن ثم نشرح طريقة الحصول على شهادة هذه المحاضرة تفضل أنا أحب أن أقول أن رأي البروف الأستاذ عبد الرزاق مختار والأستاذ الدكتور طاه الزيدي شهادة أعتز بها لأنهم من العلماء المعروفين والمجدين والمحببين بالعلم العربي والعلم الإسلامي فهي شهادة الحقيقة عند متحهم للكتاب هي شهادة أعتز بها كثيرا بالنسبة للبروف عبد الرزاق قال أنه يعني هناك ذكر مهم أن هناك كثير من المخطوطات العلوم وتاريخ العلم موجودة على شكل مخطوطات وعلى الرفوف يعني فالحقيقة هذا الكتاب يعني كان الهدف منه أنه يكون بشكل مبسط ومحبب ومقدم للشباب حتى يعني لا يكون داخل فيه تفاصيل كثيرة وكذا فهو يعني يمكن أن نعتبره كل عنوين يعني هناك الكثير مما يمكن أن يقال ولكن يعني حبيت أن يكون مبسط وشيء آخر أقول أنه الاقتراحات التي اقترحوها الأستاذ عبد الرزاق والأستاذ الدكتور طاها سوف إن شاء الله سوف نأخذ بها وكلها مفيدة وإن شاء الله في الطبعة الرابعة سوف يعني نخوض بالأشياء الجديدة التي تعرفون الآن يعني العلم بتقدم والأمور تستحدث فإن شاء الله في الطبعة الرابعة سوف نأخذ هذا ونأخذ رأيي الشريعة فيها ويعني اقتراح الأستاذ طاها الزيدي بأن يكون هناك كتب لها علاقة الإسلام وشيء آخر عدى الإسلام التجريبي يعني هذه طبعا جهودكم لازم تكون موجهة لأنه أنتم خيروا من يستطيع يعني يفيدنا في هذه المواضيع هذا في الحقيقة الكتاب فقط للعلم التجريبي وهو يعني بشكل مختصر فإن شاء الله نرى منكم جهود يعني نفتخر بها ونحن منتظرون وشكرا جزيلا لكم ولتعليقاتكم ومداخلاتكم نعم بارك الله فيكم سعادة الدكتور يوسف ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكتب ذلك في ميزان حسناتكم وأن ينفع بعلمكم ويرفع قدركم نعم أحبة الكرام الآن نستعرض سوية بعضا من صفحات هذا الكتاب العلم الإسلام عفوا والعلم الحديث والعلم التجريبي عفوا نعم أحبة الكرام الإسلام والعلم التجريبي من إصدارات منصة أريد العلمية الإسلام والعلم التجريبي بين الشريعة والعلم رحلة نحو فهم متجدد للعالم تأريف الأستاذ الدكتور يوسف عبد الله محمد السويدي وتشاهدون الطبعة الثالثة وأيضا عدد صفحاته 292 صفحة وكذلك الـ ISPN الخاص بهذا الكتاب الذي تم ربعته وتنسيقه في إسطنبول تركيا وأيضا هذا الكتاب برعاية جامعة أريد الدولية للدراسات العليا وهي جامعة مبتكرة رائدة دوليا تسهم في بناء الإنسان وإثراء مجتمع المعرفة وأيضا نشاهد أيضا مقدمة الطبعة الأولى كما نشاهد في صفحاته أيضا بعض الآيات الكريمة التي ذكرت بهذا الكتاب أيضا الإهداء شكر وتقدير لكل من أسهم في تجويد الكتاب وتبرع في حملة طباعته وجعله كتابا وقفيا عبر نظام التمويل الجماعي في منصة أريد العلمية وهم كل من الأستاذ الدكتور عبد الرازق مختار محمود والدكتور سيف يوسف عبد الله والأستاذ الدكتور صالح العلي الدكتور أنجب بلت غلام نبي الأستاذ مساعد دكتور أميرة بن زغير سنبس الدكتور فاطمة عيسى محمد وأيضا الأستاذ مساعد دكتور ضيف الله ضعيان الأستاذ ميمونة بنت عبد الملك والدكتور عصام مشاحيت والأستاذ نعمة هاش المحسن والدكتور مريم قيس العاني والأستاذ ميس يوسف السويدي والدكتور إبراهيم المحسن والأستاذ أوس يوسف السويدي وأيضا هذا معنى أن أقرأ هنا تقديم أريد العلمية نعم أحبتنا الكرام هذه بعض من صفحاته هذا الكتاب وأيضا تجاهدون مقدمة الطبعة الثالثة عفوا ومن ثم تشاهدون أيضا فهرس محتويات الكتاب الذي يتضمن عدة مواضيع الباب الأول مفهوم العلم ويأتي في فصول الأول والفصل الثاني الفصل الأول تعريف العلم والفصل الثاني توافق الحقائق العلمية والدينية وأيضا الفصل الثالث أمثلة من علوم الحياة موافقة الكشوف العلمية لحقائق الإسلام وكذلك الفصل الرابع والفصل الخامس والباب الثاني يأتينا بعد ذلك في عدة فصول أيضا الباب الثالث يأتينا أيضا في عدة فصول بعد ذلك نأخذ المصادر والبحوث والمقالات والمصادر باللغتين العربية والأجنبية وهذه بعض من صفحات هذا الكتاب المبارك الذي نسأل الله أن ينفع به وأن يكتبه في ميزاني الدكتور يوسف السويدي نعم أحبتنا الكرام أيضا تم وضع رابط التبرع لهذا الكتاب الذي سيكون وقفيا إن شاء الله والرابط تم وضعه في صندوق الدردشة التشات بإمكانكم العودة إليه والتبرع لطباعة هذا الكتاب ومدة تنفيذ المشروع المتوقعة هي 15 يوما والمبلغ المطلوب لإنجاز المشروع هو 3000 دولار أفضل أحبتنا الكرام الغرض من هذا المشروع تمويل طباعة ألف نسختين من كتاب الإسلام والعلم التجريبي لمؤلفه الأستاذ الدكتور يوسف السويدي وتحويل هذا الكتاب إلى كتاب وقفي وتوزيعه على الجامعات والمؤسسات العلمية نعم أحبة الكرام تم وضع جميع الروابط الخاصة بهذه المحاضرة في صندوق الدردشة التشات وسنقوم سوية بشرح طريقة الحصول على شهادة هذه المحاضرة فعند الدخول إلى محرك البحث جوجل ونكتب في خانة البحث منصة أريد العلمية فتظهروا بالصورة الواضحة أمامكم بالنسبة لأعضاء المسجلين بالمنصة فبإمكانهم الضغط على تسجيل دخول ويطلبوا منهم كلمة المرور والإميل أما بالنسبة للأعضاء الذين لم يلتحقوا بعد بركب المنصة فبإمكانهم الضغط على سجل مجانا أو تسجيل حساب جديد سجل مجانا أو تسجيل حساب جديد فيتطلبوا بضع معلومات بسيطة كالاسم باللغة العربية وكذلك الإنجليزية وبريد الألكتروني الفعال كلمة مرور وتأكيدها واختيار الدولة التي نحن فيها نضغط على مربع قرأته وأوافق على شروط استخدام منصة أريد وبعد ذلك نضغط على زر التسجيل فتقوم المنصة بإرسال رابط لتأكيد الحساب إلى المريد الألكتروني الخاص بنا وبمجرد الضغط على هذا الرابط نفعل الحساب ونصبح أعضاء رسميين في المنصة ولنتقل بعد ذلك إلى الصفحة الرئيسية للمنصة التي تظهر أمامكم أو ما يسمى بالحائط ونقوم باختيار نظام عليم من الطرف الأيمن بعد ذلك نختار أو نشاهد أقسام نظام عليم نختار منها المحاضرات القادمة بعد ذلك ننتقل إلى صفحة المحاضرات القادمة التي نشاهد فيها جميع المحاضرات التي قدمت وستقدم إن شاء الله في قادم الأيام نختار المحاضرة التي نحن بصددها الآن وهي كتاب الإسلام والعلم التجريبي نضغط على الرابط فنتقل مباشرة إلى رابط التسجيل والحضور لهذه المحاضرة تشاهدون هنا زر مكتوب عليه التسجيل نضغط عليه ومن ثم نقوم بتحديث الصفحة فتظهر روابط إصدار الشهادة باللغة العربية نضغط على إصدار الشهادة باللغة العربية وهي مجانا ونقوم بتحميل شهادة هذه المحاضرة وهذا هو النموذج الخاص بالشهادة يظهر أمامكم الآن وأيضا أحبتنا الكرام لمن أراد أن يعود إلى تسجيل هذه المحاضرة فبإمكانه الضغط على الرابط الخاص بقناة منصة أريد العلمية على اليوتيوب فتظهروا بالصورة الواضحة أمامكم وتشاهدونها غدا إن شاء الله بعد عمل المونتاج ورفعها على موقع المنصة وبإمكانكم العودة إليها متى ما أحببتم أيضا تم وضع رابط تقييم هذه المحاضرة القيمة في صندوق الدردشة شات بإمكانكم الدخول إلى الرابط والإجابة عن الأسئلة وتقييم المحاضرة وبعد ذلك إرسال النموذج إلى المنصة نعم أحبتنا الكرام وفي الختام نشكر الدكتور يوسف السويدي على هذه المحاضرة القيمة التي حملتنا في رحلة فكرية بين أروقة العلم والإيمان واستعرض فيها بعمق جوانب كتابه الإسلام والعلم التجريبي لقد أضاء لنا الطريق لفهم أعمق للعلاقة الوثيقة بين الإسلام والعلوم التجريبية وقدم لنا رؤى تسهم في تعزيز مكانة العلم في المجتمع الإسلامي فله منا كل الشكر والاحترام والمحبة وإلى هنا تنتهي محاضرتنا ونختمها بكفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وإلى نقاءات تتجدد وحتى ذلك الوقت نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته